اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي اقر سنة اربع وسبعين من القرن الماضي التاريخ الذي اختر للاشارة الى قرار تقسيم فلسطين الى دولتين يتزامن هذه السنة مع زيارة استفزازية من رئيس الكيان الى الحرم الابراهيمي بالخليل لاشعال الشمعة الاولى لعيد الانوار اليهودي المزعوم الزيارة تضاف الى الاقتحامات المتكررة المزيد الاقصى ومحاولات تهويده والاضطهادات المتزايدة على الفلسطينيين ناهيك عن ارتفاع وطيرة الاستطان والتطبيع الدولي هو رسالة تهويد للحرم الابراهيمي تجشين شيء غير معروف اليوم من قبل رئيس دولة الكيان للحرم الابراهيمي نحن في وزارة الاوقاف نستنكر ونشجب كل هذه الاجراءات ونقول ان التاريخ ثابت الخارجية الفلسطينية حملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات على الحرم الابراهيمي ونتائجها على الامن في المنطقة وصفة اقتحام الحرم الابراهيمي بمثابة احتضان رسمي لارهاب المستوطنين الفعالية السياسية الفلسطينية وفصائل المقاومة طالبت المجتمع الدولي باجاد آليات فعالة بدل التنديد مشيرة الى ان الاحتلال يتعمد فرض سياسة الامر الواقع ضاربا بعرض الحائط عشرات القرارات الاممية التي تجبره عن العدول على سلوكياته وحتى تواجده في ارض لا يملكها اشتركوا في القناة